إشهادات كبيرة أو زي ما قلت في الأول يكاد يكون إجماع حضرتك يعني رؤيتك لهذه الإشهادات إشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصري وخليني أتكلم بس مش عن إنجازات لكن كمان عن التوقيت وهو يعني فيه أزمة عالمية وهي أزمة كورونا في البداية طبعا ما نقدرش أن احنا نتكلم على استقرار اقتصادي بدون وجود استقرار سياسي واستقرار أمن وده الحمد لله اللي مصر تنعم بيه في الوقت الحالي إن فعلا فيه استقرار سياسي استقرار أمني شايفين حتى على المشهد السياسي والحياة السياسية إزاي إن مصر يمكن أخذت انتخابات لمجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب القادم وبالتالي فيه استقرار فيه الجانب السياسي والجانب الأمني وده اللي بينعكس على الاستقرار الاقتصاد الجانب الاقتصادي احنا بدأنا إصلاحات من حوالي 2014 ودي اللي يمكن نجحت بشكل كبير إن نتأهل الاقتصاد المصر إن هو يعني يقدر يتصدى لصدمة خارجية بحجم تدعيات كورونا أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي أثرت طبعا بالسلبة على الاقتصاد المصر اللي كان متوقع إن هو يحقق معدلات نموه متفعة جدا قد تصل لحوالي 6% لكن بسبب هذه التدعيات يمكن خفضنا من هذه التوقعات الإشادة العالمية هنا هوت هي إشادة إيجابية باتجاه الاقتصاد المصري ويمكن شوفنا كمان تعديل للتوقعات القصة بمعدلات النمو للإقتصاد المصري يعني كان فيه توقعات إن إحنا نحقق حوالي 2% كمعدل نموه اقتصادي التوقعات دي تم تعديلها إن إحنا نحقق 3.5% كمعدل نموه اقتصادي توقعات الحكومة إن إحنا قد نصل لأكتر من 4.2% كمعدل نموه وبالتالي أنا اللي بيهمني هنا هو بغض النظر عن الأرقام هي 2.3% ولكن اللي يهمني جدا هو إن يكون معدل نموه اقتصادي ده إيجابي طب ليه بنقول كده؟ لأن إحنا ما بنتابع معظم اقتصادات العالم هي هتحقق معدلات بالسالب يعني هيحصل إن الناتج المحلي الإجمالي دي همتوقع إنه هو ينخفت ما يحصلش فيه أي زيادات لكن لما بنتحدث عن الحالة المصرية ويبقى فيه معدلات نموه اقتصادي إيجابية معناها إن الناتج المحلي الإجمالي بتاعنا بيبتدي إنه هو يتحرك مش بنتحدث بس عن مؤشر واحد وهو المعدلات النموه اقتصادي لكن حتى لما تابعنا معظم التوقعات بالنسبة لكافة المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى متمثلة في نسبة الدين كنسبة من ناتج المحلي الإجمالي لما شفنا التوقعات بالنسبة للفائد الأولي توقعات بالنسبة للتضخم البطالة وغيرها من هذه المؤشرات كلها يمكن مؤشرات إيجابية جدا بيأكد فعلا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الصدمة بمنتهى الحكمة حالة الاستقرار اللي بتعيش فيها الدولة مش هنقدر ننكر إن فيه قطاعات تأثرت بشدة عندنا قطاع السياحة أكيد إن هو تأثر عندنا حركة التجارة العالمية تأثرت وبالتالي إحنا كمان كجزء من هذا العالم أكيد إن إحنا تأثرنا بنتحدث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي تراجعت على مستوى العالم وبالتالي حصة مصر من هذه الاستثمارات حصل فيها نوع من أنواع التراجعة لكن أنا المهم بالنسبة لي إزاي إن المواطن في مصر بيلمس نوع من أنواع الاستقرار بمعنى إن السلع الأساسية بالنسبة لي كلها متوفرة ما عندهوش أي مشكلة في الأسعار بالعكس إحنا شايفين إن الأسعار مستقرة حتى من بداية تدعية كورونا حتى هذه اللحظة وكمان يمكن فيه تحسن شايفين إزاي المشروعات القومية الدولة مستمرة فيها طبقا للجدور الزمني ويمكن فيه مشروعات بيتم افتتاحها ما قبل الجدور الزمني شايفين كمان حركة مهمة جدا بيتم تنفذها وهي مرتبطة بتحسين منظومة الأجور واصحاب المعاشات وده يمكن بعيدا عن بعض القطاري هو بعض اجتماعي مهم جدا لأن إحنا حتى تابعنا يمكن في اليومين اللي فاتوا وإزاي بتوجهات سيادة رئيس بقى فيه تحرك بالنسبة لفئة مهمة جدا في المجتمع وهي المعلمين وإزاي إن العاملين في هذا القطاع المهم جدا إزاي إن يتم زيادة الأجور بالنسبة له منذ سيادة يؤوا في قبل الجدرون وإن سطلح بيشفات الهدفة